السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعلم بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطن المغربي ولقاء زامبيا اللي يدخل في كأس إفريقيا للأمم لقاء جد قوي للمنتخب الوطن المغربي مع المنتخب الزامبي بطبيعة الحال لقاء جد قوي إذن التشكيل المناسبة للمنتخب الوطن المغربي مع المنتخب زامبيا بطبيعة الحال في كأس إفريقيا للأمم تشكيلها ستكون نموذجية للمنتخب الوطن المغربي اللي يدل فيها اولى نقاش اذا المنتخب رواطن الماربي عنده بزاف دي اللاعبين كبار خاصة الانتحاد افريقيا مني سمحت للمنتخبات انهم يطلعوا 27 لاعب شي حاجة اللي هي مميزة صراحة الان شي حاجة اللي عطي الاختيار 24 منتخب شارك 27 كل كل منتخب راشي حاجة اللي هي مزيانة صراحة عطي الحلول من المدربين باش مفقاش عندهم اعضار بطبيعة الحال 24 منتخب مقراط افريقيا اللي فيها 54 دولار علي نسب طبيعة الحال نسب كده 27 وهذه 24 46 في المياه دي للدول الافريقية كينا في كأس افريقيا علي نسب قارة افريقيا كينا جمع في الكود دي فغار بطبيعة الحال بطبيعة الحال هنا احنا في 25 نوا امبير بطبيعة الحال قل من شهرين بطبيعة الحال يسبدا هات كأس افريقيا لامم اذا التشكيل المناسب للمنتخب الوطني المغربي الموجهات المنتخب الزامبي عبدو بالحارس ياسي بونو حارس الهيل السعو اللي كيبقى وحد الحارس اللي هو كبير صراحة ومن خيارة الحراس اللي كان اللي عند المنتخب الوطني المغربي حارس صراحة جد متميز 32 سنة خبرة كبيرة صراحة عند الحارس ياسي بونو اللي كيبقى حارس كبير صراحة اللي قزم فارق الكبير كفارق الويداد البيضاوي ام أتلاتي كماضريد وإشبال إسبانيا فروق كبيرة صراحة ومشان فارق كبير صراحة في السعودية اللي والهيلال السعودي إذن جهاجا اللي يمتميزا لعب شي ونخد دفاع مدول كابيتانو غالب سايس لعب الشباب السعودي 33 سنة عامية لمنتخب الوطني المغربي بعد أن قزم البطولة الفرنسية الإنزليزية اللي مو بطولة قوية صراحة وقدر البطولة التركية اللي وحد البطولة ماشي قوية بزاوة لكن ومشان قاطر قعلو مشاكل ما ما تقيتش مع الفارق السد القاطري طبعا تحال باشي لعب البطولة القاطرية ولكن ديك الساعة هز الرحل دياله مشان مشان فارق الشباب السعودي اللي كانت منناوله بطبعا تحال حد ساعت في فارق الشباب السعودي صراحة لمعرف شوش مشاكل بيعني شان اولا كاعراء دي مسألة غايبة عني ما عرف ساش عمشي ونناي في اقرد 27 سنة اللي فاز في المرسم اللي فاز بكأس المؤتمر الأوروبي بطبعا تحال لعب وسطام الإنزليزي اللعب اللي متسمية صراحة الآن لي مسألة 25 سنة اللعب اللعب اللي بطبيعة الحال شونا بباريس الجرمال البارح والبايار ميونيك لعبوا بطبيعة الحال ده البطولة الفراصية الألمانية أنا كنادي السيمانا الجولة الخامسة من بطبيعة الحال لما عتساقت الجولة اللي هتكون بطبيعة الحال فيها قيمة بطبيعة الحال خاصة لبارسان عبر فورتو وهذا ليقاء صراحة كبير بطبيعة الحال وكان بظلنا حتى نايف أكرد بسرعة اللاعبين مغاربة مشاركين أوروبيين نايف أرجال كانت مشارك في كأس المؤتمر أوروبي وقيلة بحل يا ذك كأس اللي كانوا فازوا به في الموسم اللي فاز وهذا أشرف حاكمي مشارك في الشامبيس لق لاعب بطبيعة الحال جرمال فرنسي من خيرة اللاعبين أشرف حاكمي يبقى واحد اللاعب كبير صراحة في المنتخب الوطني المغربي أفضل ضائما في العالم كان حسب بعض الأحيان كي تراجع المستوى صح ولكن أشرف حاكمي يبقى لاعب كبير صراحة في المنتخب الوطني المغربي باللاعب الكبار في المنتخب الوطني المغربي اللاعب أشرف حاكمي من خيرة اللاعب اللي عنده من المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة قيمة كبيرة بشمتها اللي ويهي عطيت له لاعب فارق الويدة البيضاء واللي يبقى بحد الاسم كبير صراحة في الويدة 28 سنة ويبقى اسم كبير صراحة اسم راسخ في الويداد البريضاوي لاعب كبير صراحة اللي ويحيى عطية لاثمينة وعشرين عام من الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة من خيرة اللاعبين اللي عند النخب الوطني وعند المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة اللي ويحيى عطية لها اللي عنده ثمينة وعشرين سنة كيبقى اسم كبير صراحة في المنتخب الوطني المغربي يحيى عطية لها اسم صراحة راصخ في المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة هائل كما كان يقولون بشيو عند خط وسط الميدان عند اللاعب سوفيين ام رابط لعب مانششتر يونيتد الانزليزي 28 اولا 27 سنة كان اعتبروا ان احسن لعب في المنتخب الوطن الماربي حاليا وفي المونديال تقاطر وخف مخابرة الاخيرة امام تانزانيا اللي انتصنا فيها بشو جدل اصابة مقابل لاشا اصابة حاكيم زيج واصابة لعبين تانزانيين شجلوا على نفسهم بطبيعة الحمابينش بذيك الايداء الكبير صراحة اللاعب سوفيين ام رابط لك يلعب مانششتر ونيتد كاي عارة في الاسبوع اللي قبل المنتخبت ما كانش يلعب كبقى على مقاعد الاحتيار كانت من وضع اسبوع يلعب مانششتر بطبيعة الحال لانه محتاج الالا يدلنا انه يقوي لعبه بطبيعة الحال لانه كانت في الوقت 12 يناير وحنا في 25 نوينبير بطبيعة الحال بقى ما بقيش بالزباقي حوالي 36 نزا زيدنا 12 بقى 48 يوم اه بطبيعة الحال انه بقى خمسة على واحد وثلاثين قدي 36 وثلاثين وعلى الطلاش قدي 48 يوم اللي قد بعدنا على كأس افريقية شهر وثمنتاشر يوم واناك امين حالي تلعب اولمبيك مارسيديا الفرنسي بيدوري ما بينش بتي مستوى كبير صراحة حسن في كأس افريقيا بطبيعة الحال اذا قلت 48 يوم اللي قد بعدنا على كأس افريقيا شهر وثمنتاشر يوم واناك اشيو حاد المدة كبيرة بالزاف صراحة حسن عمشو عند اللعب سماعين السيباري لعب اه بيس بي اندهوب اللي مشاركة في الشامبينس ليق طبيعة الحال الموسم الكبير بيس بي اندهوب هاد الموسم هادا في طبيعة الحال كانت عنداش تناشر مقابلة بتناشر متسيسر الجولة هذا الجولة معرفشو انشو اللعبوا الباري حول عركة اللعبوني وموالا غادة اولا الاتنين ايدا ما عرف الموعدك ساعد شوفوا بيس بي اندهوب واناك اللعبوا البتاني في هاد الجولة هادي والناس ليس سيباري كانتان موكين يدوز عالو خديان واشي طلعن كأس أمم إفريقية مع المنتخى بروطاني المغربي طبيعة الحال اللعب يتعود برقية وتساعد دولة إسبانيا وحيو يبقى من خيارة اللعبين المغاربة طبيعة الحال موشو عند اللعب حاكيم زياش اللعب غارة سارة يتصور كيم اللعبين طبيعة الحال يزيدوا العمل ديالهم بشكل كبير يلاعب وكتش الرجل كأساسي بلي كيكون موجود بطبيعة الحاجة بزيج لكي يبقى واحد الاسم لي هو كبير صلاح حسن ملتخل الوطني المغربي حاجة بزيج يبقى اسم كبير صلاح حسن في المنزخة الوطني المغربي اسم عنده الاسم دياله داخل المنزخة الوطني المغربي مشهر اختار انه يمشي لبطولة تصوركية من حقه بطبيعة الحال انه يمشي لغارة صرايا وكان قريب هو النصر السعودي ولكنت مشهر امير Lumadily يعني هو كيبقى اسم اسم كبير داخل المنزخة الوطنية المغربي Aminadily صلاح حسن من خيرات لعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيبقى اميرjer في مقومات كبيرة وكبيرة اللوكب امير¡عدلي اخير واحد الاسم كبير مقدرًا'm الوطني في المقابلة الاخيرة الا مقابلة تنزانيا او انا عملتوا في المركز واللي عملوا في المقابلة الاخيرة للمعطار جديد العطاء الكبير ولكن ممكن عدتان مع دورة مو شمعة مع بزر المقابلات مع ذلك ممكن يعطي العطاء الكبير وهناك تارك تسودا للاعب الوطن للبرجيكية لعب اللي كي توفر على مهارات بزيانة انه يكون عندك رأس حربة عنده مهارات شي حاجة اللي هي جيد متميزة صراحة انقوفيه في اللقاء بطبيعة الحال ايكون شي حاجة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي ملاعبين اه بطبيعة الحال اللي كان قبل الاصابة كان مستوى جد ومستوى طراحة هاي مستوى مغربي اه بعد اصابة الان صال الله بدك يشترجع المستوى ديارو بطبيعة الحال اللي هو اللعب تاري اغتسودا لهذا شي اللي كان كشكر جميع الناس لها تسبب معنا هاد الفيديو من الاول الى الاخر شكرا للمشاهدة